كابتن محمد لا انت الحقيقة صفقة مطمئنة لمشتقبل الصفقات في الاهل الحقيقة كابتن حلو التعمل والله حضرتك مش كده يعني لا ولا خاطر صفحت مش فاطر خالص لا يعني فيما احنا متعودين اللي بره بيشتغل اصطر من الجوة صحيح في حاجات الناس ما تبقاش عارفها طبعا ولكن في الاخر احنا ان شاء الله عبطول بإذن الله احنا موجودين بإذن الله احنا للأسف يعني عزل حاجة حاجة بس يعني نقطة يعني لازم قعد اقررها سكير ايوة ايوة احنا عندنا فرحة كويسة الحمد لله بالزبط عندنا قائمة اصلاقية عندنا قائمة محلية عندنا نبص لحاجات مش لازم كل يوم نطلع نقول يعني لازم جماهير النادي يعني تبقى واثقة طبعا تبقى واثقة في الناس اللي مشهول على التعاقدات تبقى واثقة في اللجنة السنية تبقى واثقة في كل حاجة اتمنى ان يبقى دايما الكلام الكتير يبقى الفعل قليل احنا ما بنحب مش عارزين نتكمل احنا عارزين نتكلم احنا عارزين نتكلمش كتير بالزبط اتمنى الناس تبقى فاهمة بس وعندها ثقافينا يعني ايه ادحك علي بانه قال لي اقول الو انا الحقيقة ما كنتش عايز اقول الو انا كنت عايز اعطيك انا عايز اقولك شابو اه كنت عايز لا انا عايز ادي جزء من حقك ليس بما تحقق لكن انا بتكلم على الثقافة العالية انا بتكلم على الفهم العالي للكرة انا بتكلم قبل كل شيء على اخلاق النادي الاهلي اللي يعني فيك من ساسك لراسك وكم اسعدني انه يظهر محمد في محمد فضلك جزء من العناصر المؤسرة في ادارة الكرة في النادي الاهلي وان شاء الله النادي الاهلي يستفيد بيك وان شاء الله تبقى كل يوم عن يوم بتحقق للنادي الاهلي فعارف انا عايز افتكر حاجة اهو بمناسبة الكابتب محمد فضل الدكتور محمد علي الله يرحمه كان مسك منتخب مسك منتخب الناشئين تحت 17 سنة اللي كان هيلعب في كاس العالم 97 فاختار ناشئ من نادي الصيد محمد فضل زهران اللي النادي الاهلي ضموا وقتها نعم فشوف انت من وقتها اعتقد كان ايام الدكتور محمد علي كابتب محمد مش كده؟ طبعا طبعا دكتور محمد علي الله يرحمه كابتن شاوي غريب بالزبط كان مساعد معاك كابتن شاوي طبعا راجل دكتور محمد علي الله يرحمه ده راجل مهم الواحد تكلم في حقه وما يمكن يمكن من العزباب اللي حببت اللي حببت الواحد في كرة القدم طبعا وعرفت انه احتراف يعني طبعا انت صغير وعندك اعدت معينة الله يرحمه طبعا مش مدرب ده كان قبل لنا كلنا هو الشي بشيه اسكر يعني على قيمة الصفقة حتى وانت ناشئ يعني لما جيت الاهل وانت ناشئ جاي بتفضل الاهل وجاي منتمل الاهل محب الاهل ومن لحظتها يمكن حتى تأكيد المهندس عدل القيع النهار دواب يحكي لي عن جهودك في الشغل الفترة اللي فاتت قال لي لا محمد فضل هو الصفقة الحقيقية فعلا الله ينقل حاجة مش موضوع انا عضو في مجل آلي من قبل ما لعب خورة من قبل ما تولد اه الله يرحمه الله يرحمه مستشار فضل زهران واحد من رجال القضاء الشوامخ اللي يرحمه الله يرحمه كان هي النقطة حدوك ان الواحد مش موضوع ان انا عضو او ممكن تبعضو في مجل آلي ومش عارف تخدمه وممكن مراش عندك النقطة النهار وفي الوظيفة نفسها راحت بعمل كلام ده بخلاص بحب لسه احنا مفيش حاجة بدأت خالص مفيش حاجة تعمل لسه احنا قدرنا كتير جدا عندنا أبقار الحاجة اللي انا قدر أقول لها حدوك عليها يعني ودي رسالة للناس بسيطة جدا اه يعني انا بقول لها حدوك يا جماعة احنا شغالين بتفكير وتطوير وشكل مختلف تماما 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 عن اي حد في القرار المصدر انا مكنتش عاوز احنا ناس الحمد لله معنا ناس كويسة جدا عندهم رؤى كبيرة جدا احنا شغالين بحاجات زي الاندية العالمية نبغي نبص للعيب نبص بحاجات معينة نبص التقييم اللي في مصر التقييم للأسف خاطئ جدا سواء في النواحي المادية او حتى في المراكز او حتى في قيمة اللعيب الكلام التسوقية كل الكلام ده احنا بنعتله واحنا قادرين على الكلام ده الحمد لله كنادي احنا بنعمل حاجات تانية خلص احنا عندنا الحمد لله بنعمل عذكار في الكرة مش قادر ان انا اتكلم عليها دلوقتي ولكن كل الحاجات دي اتظهر للناس والله العظيم بس اتمنى ان الناس اللي عندها فقرة اتمنى ان يبقى فقرة بإذن الله يوم خيرة على جميل النادي الآن بإذن الله نعم بنفكر في حاجات كتير جدا احنا رؤى اه ننفعش نتكلم فيها كتير جدا ننفعش نتكلم فيها دلوقتي حاليا ولا عموما بعد التجار استقبلوا القريب كمان الناس التمن دايما ولاد الاهلي او ناشئين الاهلي او ولاد الاهلي ديولة كلهم كويسين جدا بنفعش فيهم اممكن حدكتك الكلامة على صفقتين اه من عايز بقى اتكلم على مصطفى البدري وعلى عمار حمدي قل لي الاول عمار حمدي اخباره ايه لعب النصر موجود بإذن الله كل حاجة الحمد لله احنا يعني حاجة ما بندخل احنا بقى نحبش نتكلم الحمد لله كل امور تمام ولد واعد ربنا يكريمه اه كان حاجة وبعد ما معني لي مستقبل بإذن الله مع الناجي الاهلي بحاجة فاني خاص مطلوب منه اللي يعمل جهد كبير جدا مطلوب انه هو يحط اسمه في سجلات لعبة الناجي الاهلي كل الكلام ده هو معروف وهو عارف واخنا حطين خطط معينة وفي لجنة كورة وفي مدير كورة وفي جهاز كورة وفي في حاجات كتير جدا احنا بنشتغل مشاول نطلوب نقول لجماير جناعة فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة كل حاجة مدروسة النادي لأهلي الكريمة مقدرة جدا النادي لأهلي اسمه الواحد ويقصي انك تعرف الحاجات الكوليس اللي جواه لكن انا بقول لك حاجة يا سيد إبراهيم والله العظيم احنا ما بننمش انا بقول لك بجد انا ما بنمش انا من ساعة مع الحمد لله الواحد كل او يعني في الوظيفة انا بقول لنطلوب تشتغل احنا بحدثنا واحد ان احنا في الوظيفة كما كانة كبيرة جدا وده مش حاجة مننا على النادي لكن هو ده حق النادي علينا اي اي فعمار حمد كانت فيه بعض المواقع اتكلمت انه فيه مشكلة مع بعض الوكلة اجل المسألة تم حلها سياسة النادي الاهلي ان احنا بنتعاملش مع وكلة لكن بنتعامل مع وكيل خاص باللاعب اي لا بالضبط متعاملش مع وكيل ان هو يدخل يجيب لي العيب لكن اللعيب دايما اي العيب حضرتك يا صورة بغيم ببقى ليه وكيل حد يمثله عيب فساعتها انه بيجي بيمثله يمثله في التفوت عيب لكن انا ادخل في المشاكل او ادخل في حاجات مع وكيل لا يمكن السياسة النادي واضحة جدا اه فعلقة طبعا ماكيش اي حاجة خالص خالص من الكلام ده انا وحضرتك عاوز يعني يعني تماما انا بقول حضرتك اللاعد اه كل حاجة الحمد لله اه تمام النادي كل حاجة تمام علاقتنا بالنادي اه قويسة الحمد لله ما بندخل في حاجة بندخل فيها صح بشكل محترم لو لقينا ان في حاجة فيها شكوك بنبعد جدا حصل قبل كده في مواقف وضحة للناس وما لقينا ان فيه اه شك بحاجة معينة بايدنا تماما وضحنا الناس بشكل مسترم بشكل احترافي انا بقول حضرتك كل حاجة الحمد لله تمام تمام عمار حمد لعب في النادي الاه للمدة خمس سنين تمام بايدنا شكرا وايضا مصطفى البادري خمس سنين عمار كم سنة عمار كم سنة يا كابت موليد تسعة وتسعين تسعة وتسعين يعني واحد تمانية وتسعين واحد تسعة وتسعين تسعتاشر سنة وعشرين سنة ان شاء الله لانه والاتنين بلعبوا في الفريق الاول مش كده لعيب الفريق الاول احنا في مصر بصين ان لعيب الفريق الاول بنتكلم من اول عشرين واحد عشرين سنة اه اه اول سبعتاشر سنة بطين شخصية اللاعب صحيح وشكل اللاعب عمل ازاي صحيح احنا عندنا حاجات معينة مش معنى من اي حاجة ينضم للنادي طبعا انا مش هادتدخل في نحية سنة بس انا بقول رأي مش كراجل مسؤول في نادي الاهلي لكن كمحلل اي اه انا بقول لحضرات اللاعب بالشرط انهم هدخل نادي الاهلي يكونوا متواجدوا بشكل حاسي احنا ممكن يبقى عندنا خطة معينة مهم وممكن تبقى اي حاجة الخطة ديه ظهرت في منتخب دلدر اي منتخبات كبيرة جدا اي احنا ممكن يكون عندنا نفسه ده ممكن تطوير مختلفة ممكن تطوير مختلف كل حاجة وليه حاجة لكن انا هتمنى من الناس هجمع الطمائل اه هجمع خليكم مركزين في ناديكم النادي الاهلي دايما انا باجي بيبص 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 لقدام ما بيبص لجنبه ولا وراء احنا بصوين لقدام طاقت لا غير ما بيش حاجة تشغيلنا غير الطريق اللي قدام بس بإذن الله كل التوفيق اتمنى ان شاء الله اتمنى هذه الرسالة كونه وصلت في اللي أنا بقوله بالزيت في اخر حت احنا بصوين وضعنا طاقت ولا بيبص دام دانا ولا وراء تمام واضح جدا امور الاهلي زي ما كانت خطيب الاهلي امور الاهلي حماس بإذن الله دايما وابدنا كابتن شكرا جزيلا لكابتن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي